إذن مشاهدين هذه هي الخريطة كما ذكرنا الزلزال في السادس من فبراير كان ضخما جدا وفي المناطق المنكوبة من الصعب على الناجين فهم حجم ما حدث وهذا ما تحدثوا عنه لكن لفهم ما جرى بالضبط سنتخيل أن سطح الأرض هو عبارة عن أحجية عن بازل الطبقة الخارجية منها ليست متصلة هي مكونة من صفائح ضخمة تقريبا عشرين قطعة متداخلة مع بعضها البعض وبنفس الشكل الذي تتخذه الأحجيات لكنها تستمر في الحركة وببطء وبمعدل سنتيمتر إلى عشرين في السنة إما أن تتباعد أو تصطدم ببعضها أو تنزلق عبر حدودها ما أحدث الزلزال الأول وما تلاه منطقيا كان تحركا عنيفا تمزق على إثره امتداد الصدع بين صفيحتي الأندول والعربية التي تقع تركيا على خطوطه مع الصفيحة الأوراسية أيضا تركيا تحركت مشاهدين بثلاثة أمتار خلال ثواني نعم الجغرافيا تغيرت البلد بأكمله تحرك نحو الغرب تغير أو تغير مكانه إذن حركة كهذه مع الصدام وانزلق لبلد كامل من المؤكد أن يحدث هذه الصدمة أو الاستضام وهناك أيضا كما قلنا أسباب أخرى ترجمة نانسي قنقر